بسم الله الرحمن الرحيم سافرت قبل بضع سنين مع الأخ القطري مبارك المعاضيذ إلى إسبانيا فكنا أحيانا نجلس مع أصحاب المطاعم فيسألونني أولا من أي بلد فأقول لهم الكويت أكثرهم إلا بيكون جميعهم لا يعرفون شيئا عن الكويت وليس هذا تقليلا من شعري لكنني أتكلم عن من التقيناهم فإذا قال لهم الأخ مبارك المعاضيذ إنه من قطر مباشرة عرفوا قطر للرابط الذهني الرياضي لا شك أن قطر قد حققت إنجازات كبيرة جدا فيما يتعلق باستضافتها لنهائيات كأس العالم سواء كانت على الجانب الترويج للعادات والتقاليد والدين وغيرها أو حتى على إعادة بنية البلد فالمصاريف التي دفعت عادت على قطر بطبيعة الحال خاصة من قبل بعض الرعاة التجاريين القطريين والعالميين فلا خسارة مالية هنا الكل يتكلم اليوم عن الصفقات الرياضية الكبيرة التي تقوم بها بعض الأندية الرياضية ممولة من قبل بعض الهيئات أو رجال الأعمال حول ما يتعلق بشراء عقود اللاعبين واستضافة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم سأتكلم عن جانب الرياضي فقط هل فعلا هناك إنجازات ستحققها المملكة العربية السعودية في هذا العرض العالمي المهول؟ التقيت مرة مسؤولا في وزارة الإعلام الكويتية أعترض على بعض إجراءاتهم فأقول له برامجي لا تدفعون فيها شيئا وبرنامج الطباخ لكويتي تدفع فيها أكثر من مليون دولار فقالوا هل تظنوا أننا ندفع دولارا واحدا لهذا الأخ الكريم؟ كل المبالغ التي دوفعت له تأتينا من قبل الإعلانات التجارية المعلنون لا يريدونك يريدون الأخ الطباخ لكويتي نفس الكرام يقال عن الصفقات التي تجرى في عقود اللاعبين في المملكة العربية السعودية فلا أظن أن الحكومة ممثلة بقطاعاتها المختلفة تدفع ريالا واحدا وإنما هي هيئة الاستثمار جهة ورجال الأعمال من جهة والأندية الممولة من قبل بعض الشخصيات من جهة الأخرى فهؤلاء هم الذين يقومون بهذه الصفقات التجارية والتي تعود ماليا قبل أن تعود عليهم بأشياء أخرى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ولتحقيق نقلة نوعية كبيرة تشهدها المملكة العربية السعودية اليوم وللجماهير العريضة في المملكة العربية السعودية التي تضاي العديد من الجماهير في العالم رأوا أن الاستثمار الرياضي يحقق نموها اقتصاديا كبيرا فالموضوع موضوع استثماري التعريف بالعادات العربية في المملكة العربية السعودية أو دعم السياعة في المملكة كل هذا أهداف ثانوية الهدف الرئيس مما ترون من صفقات رياضية كبيرة جدا تدفع فيها وتضخ مئات الملايين من الدولارات الهدف هو استثمار اقتصادي فقط وهذه نظرتهم وهم أعلم بشؤون بلادهم